على أمثلة بسيطة للسيدة المشاهدين تقرب لهم القصة جداً مفيش حد في المصر ملعبش رياضة في يوم من الأيام حتى لو كان ماشي كويس أي حد بيلعب رياضة بيرجع من التمرين لو التمرين بسيط جداً ماشي بيبقى تعبان جداً لكن بيبقى قاعد مبسوط قوي صح ولا لا؟ حتى هو تعبان الموت بتاعه بيبقى كويس جداً أنا لعب رياضة مش عشان لعب رياضة عشان في مواد كميائية بتفرز مع المشي مثلاً ومع الرياضة الاندورفنز اللي حدقتك كرمتي وقلت إنها دي بتفرز دي من واحدة من هرمونات السعادة اللي بتخلي الموت بتاعنا موت عالي جداً وعندنا تقبل لحاجات وبيديك انرجي الاندورفنز بيدي انرجي يعني بيدي طاقة من الجسم يعمل حاجة مع إن الجسم مجهد وتعبان من الرياضة لكن الهرمون ده بيفرز من ممارسة الرياضة الهوائية اللي هي ما بنهكش فيها وما بنهكش فيها الهرمون ده لما بيعرف يخلي لحد سعيد جداً مثل لا كم بس أنا عايزة أسأل اندورفن ده عشان دايماً بنشوفه في النداء للناس المدمنين ما على فكرة ناتج على المخدرات أيوة هو هو سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى احنا اللي بنغش من خلقة ربنا الاندورفنز ده زي المورفين زي المورفين بس ده الطبيعي طب انت عارفة بيعمل ايه كمان ما يخليشه لوحد عايز يأكل ويعمل ايه كمان ما يخليشه ان هو عايز يأكل اول وفي نفس الوقت غير ان هو بيخليه سعيد بيخلي عنده تقبل لحاجات كتيرة جداً بيبقى very accepting الأمور بمنتهى السعيدة هرمون ساحر تبي وقف قدام جوزك اللي هو أنا مستعدة ان اتخانق دلوقتي يعني قول اللي عندك بيقدر يتقبل بمنتهى السهولة حاجات وبيقلل سبحان الله بيقلل الألم يعني الاندورفنز بتخلق زي المورفين اللي بناخدف العمليات الجراحية احنا بنغش ونخلق ترابانة بس الاندورفن هو زي المورفن بس ده بنسميه الاندوجيناس مورفن او المورفين الدخلي ده أنا بدي بس مثلا بسيط قد ايه احنا عندنا كنوز في الجسم ومحدش يعرف عالا حالاً احنا بنروح بس نشتريها بطريقة غير شرعية هو هو احنا تعالي نرجع يا ايمان للسادة المشاهدين هو احنا زي ما بنعرفش نستغل الكلام ده هو الكلام ده مستخب فين انا اقول لعضرتك اصل القصة اصل الحكاية ان الهرمونز اللي موجودة دي بتطلع في اوقات معينة وبسايكلز معينة لان حياتنا كلها سايكلز حياتنا كل واحد سايكلز مختلفة عن التاني مثلا في الدورة اليومية وفي الدورة الشهرية وفي الدورة السنوية وفي الدورة الموسمية اللي بتاعت الخريف والربيه والشتاء الهرمونز بتاعتنا بتطلع بطرق مختلفة لكل واحد عن التاني في الفترات دي وانعرف ازاي خارطتي كل واحد لي خارط حضرتك حطيت ايدك على جزء مهم جدا ان كل واحد الهورمونز بتاعته بتبقى مختلفة عن التاني اكتر حاجة اشبهها لحضرتك بالكلام ده ان في ناس بتصحى الصبح بدري يبقى الموت بتاعها كويس اوي يا صاح يا بدري لو صح متأخر يبقى متعاكنن صح لان مثلا في هورمونز معينة بتساعد الكورتزون الطبيعي اللي بيدينا قوة التحمل الاول اليوم بتطلع عند بعض الناس بدري جدا وفيه ناس بتطلع عندهم متأخر شوية اللي بيطلع عنده بدري ده شخص بيقدر يفنكشن او يؤدي وظيفه بدري عشان كده تلاقي حضرتك زميلك مثلا في القناة هنا او في اي حتة تلاقي ناس مثلا بتصحى بدري ايرلي بيرد انا بصحى بدري جدا وبشتغل بدري وفيه واحد يبدأ يقولك انا بصحى عشرة ونص احنا بنسمي نفسنا ايه بقى يعني انا مثلا انا معروفة كمزيعة شخصية ليلية يعني انا بعمل كل البرامج اللي بعد الدخل هو ده حقيقي اللي حضرتك بتقوليه وفيه ناس يقولك ده شخصية نهارية يعني بيحب يصحى بدريه وتلاقي يوم وكده بدأ الساعة 7-8 الصبح وعرفك بيبقى فرش وعنده طاقة حقيقي وكمان بقى من ضمن الحاجات اللطيفة عن الهورمونز طب دلوقتي خلينا حاجة حاجة دكتور ما تتوهنش منه يبقى احنا قلنا المشي العادي اللي في الهوى ده الطبيعي من غير جم ولا فلوس ولا مصاريف ولا مدهود كبير ده بيخلي عندنا هرمون الاندورف بالزبط ايه تاني غير المشي المدتيشن المدتيشن اللي هي مش كل الناس تفهم يعنيه من هقوله هو من هترجم هو الصلاة الدعاء الروحانيات اللي حد بيسمع موسيقى حد بيتأمل حد قاعد في هدوء أو سكينة فهم زي ده لوحده بيعل الاندورفن قوي ومين اللي بيجري وراه على طول السيرتونين اللي هو بتاع السعادة عشان كده الناس كتير جدا يقولك انا يعني لما بتعب وعايز ارتاح اخش اصلي صح او لما بقى انا قلقان جدا طب اسمع موسيقى او او فهمت زي من ضمن الحاجات اللي بتطلع الاندورفن بقوة هتستغربه ايه الحضن ايه ده ايوه حسيتك مترد ده لا اصلا ده احنا ده بنشوفها كل يوم في العقلات زي مين يا ايمان يا نم زي زي الأم ومينتهى وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيطلع هرمونز زي الاندورفنز وزي الاكسيتوسن هرمونز دي بتاعت الانتمسي يعني الناس قريبين جدا من بعض ده بيدي احساس بالطمأنينة والسعادة يطلعوا عشان كده دايما الحميمية العائلية الحلوة اللي هو اطبطب اللي هي حاجاتنا بيتش موجودة انا بقول لولادي تعالى يا ابن الموسيقى اطبطب عليك انت لا تستفيد وانا هستفيد يعني الحضن ده ده مش بس كده ده سبحان الله يا ايمان هنم ده الكلام ده عفوا الله هزك ده موجود في الحيوانات لما بتلاقي مثلا ان اي ام من الحيوانات خلفت هي لازم تروح تقادل او تلمس ولادها ليه لان الهرمون ده بيدي طمأنينة للولاد اللي موجود حاجات احنا مش شايفينها طب ايه كمان ايه تاني بقى هقول لحضراتنا ايه الاسرار انه انا احنا معنا اسرار هرمونات السعادة ايه كمان بقى بيحل السيروتونين والدوبامين بقوة اللي هما يخلوك بقى في مود حلو جدا جدا الموسيقى لا ان الموسيقى بتعلي السيروتونين والدوبامين بمنتهى القوة الاستماع لنوع الموسيقى يختلف من شخص لشخص الاكيد الاكيد انا ما بتكلمش على نواع الموسيقى اللي في المحض حضراتك انه هي الناس بيسمع حديث ايوه انا شايف حفعين يعيزونك يا اللي بيسمعون ده نوعز لا موسيقى انا بتكلم عن موسيقى هادية فيها ميديتيشن لان ليه بقى لان كل استيميولاس من بره او اصارة من بره المخ بيستقبلها وبيتفاعل معها